أكدت وزارة الخارجية أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطع غزة وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات وشروط المعيقة والمبررات الوهية وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطع غزة ودع المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعي بغلق المعبر إلى رجوع إلى البيانات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بالزيارة المعبر والتي أكدت جامعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دغول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطع غزة ترجمة نانسي قنقر